بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نتابع قراءتنا في هذا الكتاب المهم بعنوان كيف نتعامل مع القرآن وهي مدارثة بين الأستاذ عمر عبيدة حسنة والشيخ محمد الغزالي رحمه الله فصل اليوم بعنوان أزمة فكر لا أزمة منهج وقيم هل يعاني المسلمون اليوم من أزمة في المنهج كانت سببا في أزمتهم الفكرية أم إنهم يعانون من أزمة فكر وفهم ووسيلة فهم للمنهج الذي شرعه القرآن بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ القرآن موجود بين أيديهم كما كان موجودا بين أيدي الصحابة ونصوصه محفوظة لكن المشكلة بالتعامل والفهم ومالك رضي الله عنه وهو على رأس القرن الثاني من الهجرة يقول لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فهل نقول بأن نهود أي مجتمع مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلاده الأولى ومن ذلك حسن الفهم للقرآن وحسن التعامل معه وقد تكون الخطورة كبيرة إذا سلمنا بوجود أزمة منهج مع وجود القرآن والسنة امتاز العرب الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم تلقوا الرسالة بسليقتهم ووصلوا إلى أعماقها دون تكلف وكانوا أشعة لها فعندما أنظر إلى بدوي مثل ربع بن عامر يكلم قائد الفرس ويقول له جئنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله من أين فهم الرجل هذا الكلام؟ من نضح القرآن على نفسه لقد أوجد القرآن ناسا استطاعوا أن يرتفعوا فوق مستوى عقل الفرس وعقل الروم وهذه دول لها حضارة لا يمكن إنكارها لكنها تلاشت وعندما تعامل العرب معهم ما كانت هناك عقدة نقص أبدا عند العرب بل كان هناك استعلاء إيمان والذي صنع هذا في نفوسهم هو القرآن بقي أن القرآن حمال أوجه كما يقال وهذا جزء من إعجازه وليس عيبا فيه وكون الآيات مرنة فذلك لكي تطاوع العصور كلها لكن مع حسن النية وسلامة شرف القصد فإن المرونة تكون أساسا لساعة العصور كلها لا أساسا للعب والعبت ومع ذلك فإن كان هناك أساس للعبث من أنه حمال أوجه تأتي هنا السنة ما تواتر منها وما صح وهذا ما نستطيع أن نضمه للقرآن في تكميل المنهج ويبقى بعد هذا منطلق واسع للفكر الإنسان كي يبدع لأن المنقول من القرآن أو التعاليم التي تصور قوالب محددة في القرآن الكريم غير موجودة بالنسبة للسلوك السياسي والاجتماعي والدولي وذلك لأن عندنا مبادئ عامة وقيما تضبط السير وهذا يعطي القدر على الإبداع وأن يتحرك الإنسان ويعمل ويتحرى ضد حدود وضوابط وقيم معينة ودون خوف من منزلقات ولذلك أنا معك في أن المنهج قائم وهو الكتاب والسنة ويكاد يكون عدد كبير من الناس يرون أن الحل الأول والأخير تبعا لمالك في كلمته وهو حديث مشهور تركت فيكم شيئين لن تضل بعدها كتاب الله تعالى وسنتي هذا الحديث روى الحاكم في المستدرك عن أبي هرار رضي الله عنه المنهج المذكور في الحديث المنهج من الكتاب والسنة لكن هناك بعض الناس يأتي ويأخذوا من صورة عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين ويعيبوا على الملوك في عهده أنهم جبابرة من قصص القرآن آخذوا الفكر العام ألا يكون الحاكم جبارا وأن لا تكون السلطة قاهرة بمثل تلك الطريقة وأخذوا أيضا من قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ضرورة أن الإسلام متكامل لا يقوم بعضه في غيبة بعضه الآخر ولا بد من هذا التماسك كلمة عمر رضي الله عنه عن حقوق الإنسان والتي هي أول بند في ميثاق الأمم المتحدة لم يرتبها ولم يجلس لصياغتها وإنما استمد من المناخ الذي وضعه فيه القرآن متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ونتيجة لتجاوبه مع القرآن وفهمه له انطلاق أبي بكر لضرب الفرس والروم انطلاق من أن سطوة الحق في نفسه دلته على أن الباطل لا يمكن أن يحكم بهذه الطريقة وعرف رسالة الأمة العالمية ومعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أي أن يهدي هذه الشعوب التي حولهم وإلحاق الرحمة بها وفك إسارها وإخراجها من السجن الكبير الذي تعيش فيه المنهج هو المنهج القرآن هو القرآن لكن إلى الآن أين المتدبرون أنا أتأمل الآية في همس وأتأملها وأنا أخافها أحيانا وأتأملها دون أن يتحرك لساني بشيء أجد أنه قد نضحت معاني كثيرة منها في نفسي الناس تنسى هذا كله وتتبع النغم من قارئ يشبه المزمار الخنس يريد أن يلحن القرآن بصوته وانتهى الأمر هكذا يعامل الكتاب الكتاب لا يعامل بأن يحول إلى موسيقى الكتاب لا يعامل بأن يحول إلى تراتيل دينية المعاملة التي عومل بها القرآن من جانب المسلمين معاملة شادة المنهج قائم في الكتاب وما أجمله من كتاب فقد أجمل عمدا حتى تكون التفاصيل والاحتمالات عندي كثيرة وأنا عندما قلت إن حق الطلاق عند الرجل يقابله حق الخلع عند المرأة اعتمدت على آية فليس هناك إهانة لأحد الجنسين ولا هناك ضمانات لاستعلاء أحد الجنسين بما ينفس الجبروت البشري في بعض الخلق لا المرأة إذا كرهت البيت مثل الرجل إذا كره البيت هو يطلق والمرأة تخالع ومن حقها ذلك والآية التي اعتمدت عليها في ذلك هي قوله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فكلمة فيما افتدت به هي الشاهد وقوله تعالى حدود الله يدل على أن الأسرة محكومة بحدود الله وشريعة الله وكلمة الطلاق مرتان نفسها تنبيه لكل من عن له أن يطلق أن يراقب وأن يتريت وذلك إلى ضميمة وجود حكمين وغيرهما من المراحل التي تسبق عملية الطلاق يمكن أن ننتهي الآن في هذه المناقشة إلى أن المنهج قائم وأن المسلمين لا يعانون من أزمة منهج وإنما يعانون من أزمة فكر وتعامل وفهم لهذا المنهج فكان المفروض إعادة النظر في أداة التوصيل وأن مناهج التفسير التي تصل المسلمين بالقرآن أكثر من التفكير في ابتكار مناهج جديدة حملت بعض المسلمين إلى استراض مناهج من حضارات وإديولوجيات أخرى ظن فيها الخلاص المطلوب اليوم وجود ضمانات شعبية أو عقلية أو مادية أو قانونية إلى آخره للعلماء والمفكرين والفقهاء ذلك أني أرى أن عقلاء هذه الأمة يضلمون واحدا بعد الآخر ويعيشون مشردين وفي العصر الذي أنا منه الآن رأيت خيرة قادة الفكر الإسلامي إما ماتوا مظلومين أو مضطهدين أو مضيقا عليهم الخناق أو إن ضفروا بعيش هادئ فلأسباب غير عادي استثنائية كأن الأساس هو أن الإنسان طالما كان من فقهاء الإسلام مفكريه يضرب حوله نطاق فلا يتصل بأحد ولا يتصل به أحد أي يجب أن يبقى مقطوع الاتصال بالناس وإذا حدث أن حاول أن ينطلق هنا وهناك يعتقل يسجن جمال الدين الأفغاني مثلا وللتعريف فهو محمد بن صفدر الحسيني جمال الدين فيلسوف الإسلام في عصره ولد في أسعد آباد عام 1254 هجرية الموافق لـ 1838 ميلادية بأفغانستان ونشأ بكابل وتلقى العلوم بها وبرع في الرياضيات وسافر إلى الهند ثم رحل إلى الأستانة فجعل فيها من أعضاء مجلس المعارف ونفي منها سنة 1288 هجرية فقصد مصر ونفخ فيها روح النهضة الإصلاحية في الدين والسياسة وتتلمد له نابغة مصر الشيخ محمد عبدو وكثيرون ونفته الحكومة المصرية فرحل إلى حيدرباد ثم إلى باريز وأنشأ فيها مع الشيخ محمد عبدو جريدة العر والوثقى والتقى بشاه إيران ناصر الدين ودعاه هذا إلى بلاده فسافر إلى إيران ثم ضيق عليه فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهر كان في خلالها يكتب إلى الصحف ومرض بعد هذا بالسرطان في فكه ويقال دس له السم وتوفي في الآستان عام 1315 هجرية الموافق لـ 1897 مليارية له تاريخ الأفغان ورسالة الرد على الدهرين وغيرهما يقول الشيخ محمد الغزالي جمال الدي الأفغاني مثلا كانت عيشته سيئة كذلك الشيخ محمد عبدو والكواكبي وحسن البنى وسيد قطب وعبد القادر عودة وآخرون غيرهم كل من رأيت من إخواننا الذين لهم فكر ويريدون العمل هنا وهناك لا يعاملون إلا معاملة قطاع الطرق والأمة مسؤولة عن هذا وما قيمة أن يقال إن الناس قلوبهم مع الحسين وسيفهم مع يزيد ما يعنيني أنا الشعب يحبني إذا كان سيتركني أقتل أنا رأيت بعض الناس ينصح واحدا من الدعاة الأقوياء ويقول له يا أخي هو عليك فسيلقى القبض عليك وتأخذك الدولة والذين استمعوا إليك سيدهبون إلى بيوتهم ليأكلوا أو يعاشروا نساءهم وكأن شيئا لم يقع ولولا أن الذين يحملون الدعوات كما قال شوقي إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا ولولا أن بعض الناس يرى أنه لا بد أن يقول الحقيقة ولو مات ولو أن الموت في هذا يكسبه الشهادة ما بقي للإسلام من يتحدث عنه وبإسمه يقول المتنبي حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم أكتب به أبدا قبل الكتاب بنا فإننا نحن للأسياف كالخدم فإذا كانت وظيفة القلم أو الرأي أن يخدم أصحاب السلطة فإن الأمة الإسلامية ستكون آخر الأمم بالطريقة التي تعيش بها والغريب أني لا أرى هذا في العالم الآخر عندنا أزمة فهم عندنا أزمة فقه وعندنا مع هذا وذاك أزمة فكر والمحزن أن الذين يملكون الفكر يملكهم من يملكون السيف فالمحنة كبيرة في العالم الإسلامي ما بقي السيف قادرا على ضرب الفكر وتحديد إقامته أنا قرأت الكتب التي تسمى سماوية فوجدت أنها ينبغي أن تلقى في أماكن القمامة ليس فيها شيء وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الفلسفات فأنا أظلم ديني وكتابي عندما أرى هؤلاء فعلوا شيئا بالنسبة لما عندنا وأظن أن كلمة ابن حزم رحمه الله التي يقول فيها إن لكل مسلم الحق في طعام وشراب ولباس وبيت يقيه من الشمس وعيون المارة وإن هذا حق يقاتل عنه ما أظن اشتراكيا في أوروبا قال هذا الكلام ولو قاله واحد من الاشتراكيين بهذا التحديد لاشتريت كلماته بالذهب هناك كما يقولون الكلمة عندنا وأمور أخرى كثيرة أهيل عليها التراب لسطوة الحكم الفردي ويحيلون هذا الكلام إلى فقرة جديدة بعنوان الاستبداد السياسي ووسائل التغيير في الخطاب القرآني قلت إن السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي نعاني منها نحن المسلمين فساد الحكم أو الاستبداد السياسي الذي أتى بدوره على قدرة الأمة على الامتداد في مختلف المجالات وهذا صحيح من الناحية الواقعية إلى حد بعيد لكن الشيء الذي يشغل البال حقيقة هو قدرة الحكم على غلبة الأمة الجماهير على امتدادها كيف؟ لا شك أن ذلك إنما يكون بسبب وجود القابليات عند الأمة لهذا النوع من الاستبداد السياسي فلولا هذه القابلية لما امتد الاستبداد فكما تكون يولى عليكم والأمر المحير أن الأمة التي لها هذا المراث الثقافي وهذه القيم الهادية إضافة إلى تجربة الخلافة الراشدة وما إلى ذلك يستطيع وبسهولة فرض أو نظام أو طبقة أو مجموعة أو عشيرة أو قبيلة أن تلغي دور الأمة هذه قضية لافتة خاصة والدراسات الحديثة تجعل التاريخ من صنع الأمم وليس من صناعة الأفراد وهو كذلك حقيقة لأن الأفراد في نهاية المطاف ينشأون في مناخ الأمة الثقافي وضرفها الاجتماعي إن أمة يستأثر بها حاكم أو ظالم أو مستبد أمة لا يوتق بها أصلا أن تكون قابلة للحياة والامتداد وصناعة حضارة هذا جانب حبدا لو أمكن أن نلتقط له بعض مؤشرات من القرآن الكريم بأن الظلم والفرعن والاستبداد والفسوق الذي هو ثمرة من ثمار الاستبداد السياسي كان سبب سقوط كثير من الأمم وكيف انتصل المستضعفون والأسباب المادية والنفسية التي وراء انتصارهم على قوى الظلم والاستبداد في اعتقادي أن هناك أمرين أولا أحاديث الفتن التي عاشت بين الناس فهمت فهما مغلوطا ولم تشرح الشرح الصحيح انضم إليها أن بعض الذين مشوا مع ظاهر القرآن وظواهر تغيير المنكر فشلوا كذلك لأنهم ما استطاعوا أن يكونوا فقهاء أو ساسا يدرسون المعارك التي يخوضونها ضد دولة مستقرة فكانت فرق الخوارج تخرج بدون وعي ولأنها تمثل نوعا من مقاومة الظلم ولكن مقاومة بذائية صبيانية أحاديث الفتن أدت إلى اعتزال عدد كبير من الفقهاء لأنهم رأوا خدمة الجماهير عن طريق التربية والتعليم أفضل من الدخول في مغامرات لا تعرف نتائجها هذا كله انتهى إلى الوضع السياسي الذي شكونا منه الأمة نفسها من غير شك مسؤولة أمام الله عن طريق فهمها للإسلام لقد استطاع الإسلام أن يدخل الشعوب التي هزمته في الإسلام مثل الثاتار وغيرهم القصة يمكن أن تكون فيها عدة عناصر وأنا أرى أن عدم قدرة الشعب العربي على رسم خطة معقولة وطويلة الأمل ليتخلص من مشكلاته أضرب الأمة الإسلامية لأن العرب هم الذين قادوا الإسلام ولا أنسى أن هناك عادات جاهلية عند العرب تسربت إلى الحكم الإسلامي وإلى المجتمع الإسلامي نفسه فقصة أن المرأة إنسان من الدرجة الثانية وأنها لا تعامل حتى فيما كفله الشرع كالمواريت وفيما كفله الله من حق اختيار الزوج ولا يلتفت إلى وضعها لقد غلبت هذه التقاليد على قيم الدين الإسلامي ولا تزال غالبة عند بعضهم إلى الآن فبالرغم من أن أمتنا في عصر نحن نقاتل حتى يستطيع الناس تغيير رأيهم فإن العادات عند هؤلاء تكاد تكون أهم من العبادات والتقاليد الرحانية التي جاء بها الإسلام نقف عند هذا الحد في هذه الفقرة المعنونة بأزمة فكر لا أزمة منهج وقيم ونذكر بأن الشيخ قال يمكن أن ننتهي الآن في هذه المناقشة إلى أن المنهج قائم وأن المسلمين لا يعانون من أزمة منهج وإنما يعانون من أزمة فكر وتعامل وفهم لهذا المنهج وكان المفروض إعادة النظر في أداة التوصيل أو مناهج التفكير التي تصل المسلمين بالقرآن أكثر من التفكير في ابتكار مناهج جديدة مثل استيراد حضارات وإديولوجيات أخرى ظن الناس أن فيها الخلاص ثم أكد الشيخ أن القضية الأساسية والسبب الأساسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها المسلمون هي فساد الحكم وبيّن أن الشعوب الإسلامية لها قابلية لهذا الاستبداد السياسي كما تكون يولى عليكم ويعتبر الشيخ الغزائي رحمه الله أن شيوع أحاديث الفتن جعلت من الفقهاء أن يعتزلوا ورأوا أن خدمة الجماهير عن طريق التربية والتعليم أفضل من الدخول في مغامرات لا تعرف نتائجها وهذا كله انتهى إلى الوضع السياسي الذي نراه اليوم في الأمة ويقول الشيخ أن الأمة نفسها من غير شك مسؤولة أمام الله عن طريق فهمها للإسلام وكيف أن الناس سمحوا بتقاليد جاهلية أن تدخل دينهم من ذلك إهانتهم للمرأة وتضييع حقوقها التي ضمن لها الشرع نقف عند هذا الحد في الفقرة المقبلة إن شاء الله نقرأ في فقرة مهمة أخرى بعنوان تغيير الأفكار والنفوس هو الأساس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة